تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تموينية بمضبطة بلغت 137 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 36 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسيد من السعر الرسمي تمضبط 97 طن أما في مجال البيع بأسيد من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 25 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابس تمضبط 713 قضية من بينها 199 قضية خبز ناقص الوزن و190 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تمضبط 14 قضية بمضبطات بلغت قرابة 65 طن